وفي مزاد في أمريكا تعمل لعملة ذهبية قيمتها وصلت لـ 15 مليون دولار ده تقريباً هيكون أغلى سعر لعملة معدنية في العالم القطعة بتنتمي لآخر سلسلة من العملات الذهبية اللي سكتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 ويطلق عليها دابل إيجل وخبار المزادات بيقولوا أنه العملة دي حتى تفوق على الدولار الفضي اللي اسمه فلونجهار وده اللي عملته السلطات النقدية الأمريكية في عام 1794 وإتباع مقابل 10 مليون دولار سنة 2013 زي ما سؤال حلقتنا من نهاردة كده إيه الحكمة اللي انت ممكن مفروض تكون عارفها وماشي بيها الخبر اللي جاي ده يعني شبه جداً موضوع اللي تعرفوا حسن من اللي ما تعرفوش رجل وست إنجليز عايشين في أسبانيا عندهم بيت في أسبانيا قرروا أنه هم ياخدوا طريق مختصر للبيت وهم ماشيين هم اللي اتنين بيتدنجلوا كده واقوا في حفرة الرجل مات والست فقدت الوعي تسع ساعات جنب جزها اللي ميت الاتنين واقوا في حفرة عمقها تقريباً اتنين متر لغاية لما الناس بقى عرفوا أنه هم مش موجودين وطلعوا يدوروا عليهم في الطريق المفروض يعني يمشوا فيه بعد ما لقوا همش فدوروا على طريق مختصر ودي الحفرة اللي وقعوا فيها الحفرة دي واضح إنها تعاملت يعني بسبب الأمطار والسلطات المحلية في هذه المدينة ما خدتش بالها منها ما حاولتش تقفلها فهم اللي اتنين اتزحلقوا وقعوا الرجل مات وهي نزلت في الغيبوبة لمدة تسع ساعات واللي تعرفوا حصل من اللي ما تعرفوش الموضوع عامل زي فيلم أمريكاني أوي موضوع الحبسة اللي بتحصل دي الأمريكان عملوها كتير أوي في أفلام إن انت تقع في حتة وتتحبس واضح إنها حقيقية كتير آه بتحصل ربنا يبعد هنين آمين يا رب طيب الحقيقة إنه كمان يعني الصور طول الوقت والتصوير فيه نوع كده من الإبداع مش بس فكرة الكدر لكن كمان الموقف نفسه اللي انت بتسجل فيه اللحظة دي بيكون مهم ومختلف ويمكن ما يكررش تاني علشان كده بتكون لازم تلحق الصورة فيه مسابقات للتصوير الفوتوغرافي بيكون فيها نماذج حقيقة فيه منتهى الروعة والإبداع زي مثلا الصورة اللي حنعرضها دلوقتي لحضراتكم واللي الحصان فيها بيواسي سيدة مصابة بالسرطان وهي بتحضن ابنها في لحظاتها الأخيرة الصورة وصلت لنهايات مسابقة الصحافة العالمية للصور وصاحبها اسمه جامري لامبان وتم التقاطها داخل مركز للعلاج التخفيفي في كلايب فرنسا طيب فيه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في ولاية أمريكية اسمها كاليفورنيا أكيد كلنا عارفينها اللي فيها هم مدن بقى سان دي ايجو ولوس أنجلس وسان فرانسيسكو وولاية كبيرة يعني كده في الجنوب الغربي من أمريكا قريبة من الحدود مع المكسيك من معروف أن بقى فيها ناس أغنية قوي سكنين لأنها كمان فيها هوليوود هوليوود لوس أنجلس هوليوود دي مكان موجود في مدينة لوس أنجلس في ولاية كاليفورنيا وفيها كمان بعض من المنتجعات والأماكن اللي سكن فيها أغنى أغنية العالم بقى يعني فيها حتة بس ما اسمها سان تامونيكا بتاعة الناس أغنية جدا وناس بيروحوا يسافروا لها من كل حتة في العالم بقى أقول لحضراتكم بقى الموضوع ده ليه يعني حصة الجغرافيا دي عشان في حي زي الأحياء بتاعتنا كده مهندسين مصر الجديدة حي المناخ في بورسعيد قومية في الزقزي الأحياء اللطيفة بتاعتنا دي في حي زيهم كده موجود في كاليفورنيا بس هو مش حي شبه الأحياء بتاعتنا قوي هو بدل ما الناس بتركن عربياتها بتركن طياراتها وتنمي البيوت يعني زي ما حضراتكم شايفين كده يعني كل واحد قدام بيته وركن طيارته مش محتاج يعني مش الدنيا بتتقدم يعني هفضل طول عمنا بنركب عربيات ولا بنركب عجل ولا بنركب أوتوبيسات لا نبنركب طيارات وحط طيارة جنب البيت يعني تنسى بقى مفتاح الطيارة جوة الطيارة تنسى الطيارة دايرة تنزل أو تضيع مفتاح الطيارة حمينا بنضيع مفتاح العربية أه تخيالي مثلا واحد نسي نور الطيارة مفتوح فنزل لقى بطارية نايمة فيقول صاحبه ومعليش أنه بينزل لحد يديني زقى مثلا مرش نام وفي سايس كمان او صحيح في سايس بيركنه مردت مسايس تتخيل بقى هناك ايه يعني احنا هنا بنزعل من فروت السايس يقول له مروحة ورا يسطى مثلا دي لم كله شمال البيوت هناك تريبا مليون ونص دولار يعني والله بالمنظر دا اه يعني لو هو بس انت ما يفعش ريسكوا هناك ومعندكش طيارة بالشكل دا يعني بشكل خليح انا ما بحبش الطيارة عايز البيت بس اه انا اركب ميكروباسات وفاضي كراسي ورا وممكن يكونوا مشاغرين الطيارات اوبر في الحي ايه 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 طيب يعني تمام ربنا يسعد ايام